استمرارا في نهجها التوسعي الاستيطاني على الأراضي المحتلة عام 1967 أعلنت سلطات الاحتلال البدأ بمصادرة عشرات الدنومات من أراضي الفلسطينيين غرب مدينة سلفيت المحتلة سلطات الاحتلال كشفت عن مخطط جديد لإنشاء كلية تقنية في مستوطنة الكانا غرب سلفيت حيث بدأت أليات الاحتلال بعمليات توسعة إثنتين من المستوطنات على حدود المدينة دون إبلاغ الفلسطينيين عن مصادرة تلك المساحات من أراضيهم الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني